تزامنا مع دخول مختلف العلامات من السيارات والانخفاض الملحوظ في أسعار المستعملة منها يقبل العديد من الشباب هاته الأيام على خوض امتحان الحصول على رخصة القيادة بعد أن عاد لهم الأمل بامتلاك مركبه كانوا الطنوبيلات غالين شوية وهذه كما فتحوا الاستيارات ما كان نجوا ما كناس قادرين نشر الطنوبيلات مننا لقد تحرك شوية الصوق والحمد لله لقد تقدير برمي تصوق على روحك جينا نجوز البرمي في هذا الوقت بالذات لأنه في الأمين الأخيرة صدر قرار الاستيراد وبطبيعة الحركة صدر قرار الاستيراد يعني إصراء انخفاض في أسعار السيارات وصار عناك شو الأمل يعني به نشروا السيارات خادش لو كان نفوتوا البرمي قبل عاملات السنين مش رح سنعملوه رح أصنع نساوه شو سيبالو زيك رح ستوى البرمي ما عندك ما تدير به أصحاب مدارس تعليم السياقة يارون أن قرار رئيس المورية بخصوص الاستيراد يعيد إحياء نشاطهم من جديد شأنه شأن قرار منحة البطالة الذي مكن الكثير من الحصول على رخصة القيادة ولو على دفعات في اليامة اللي فاتو كان عندنا عزوف في الإقبال على التحاصل على رخصة السياقة علىه لخطش الغاش يقولك أنا واش ندير بالبرمي أنا كنت ندير بالبرمي وين نجي 200 ولا 400 مليون باش نصني جي السيارة بدأوا للمترشحين على الأقل يجو سقسونا يقولون بل نسمعنا السوق طاح وان شاء الله نجو ندير بالبرمي علىه لخطر شهذا المترشح يجي دير رخصة السياقة كشو يبدأ عنده آمل باش يشري سيارة حلما هذا المنبر نثمن القرار تاع السيد الرئيس الجمهورية اللي يفتح الاستيراد وكيدر منحة البطالة بدأوا يجونا ثاني كنا مترشحين يقول لك خياني عندي المنحة على البطالة كيف يستعاونونا بدنا نقول لهم يدفعونا بالتقصيد إجراء استيراد السيارات لم ينحصر تأثيره على أسعار السوق فقط بل تعداه إلى إعادة الروح لمدارس التعريم السياقة بعد أن شهدت ركودا في الأعوام السابقة دفع بعضهم إلى التخلي عن هذا النوع من النشاط ترجمة نانسي قنقر